فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار يا رسول الله حتى أهل النار حتى الذين عصوا إن من أمتي من أدخله الله النار وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخله النار اللهم إني أستشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب وأخرجهم من النار يقول فأاتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجهم أنا بذكر لكم يوم القيامة وش علاقتنا بالنبي في الدنيا نعرفها وش علاقتنا يوم القيامة بالرسول عليه الصلاة والسلام الآن الأرض كل من عليها فان أول من ينشق عنه القبر منه منه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر أنا ليش ينشق القبر أول واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول أمامنا كأن الرسول يقول اطمئنوا راح تلقوني قدامكم عشان إذا بعثر ما في القبور اطلعت الناس دور فإذا شافت الرسول اطمئنوا أنهم الحمد لله الأمان موجود وما كان اللهم معذبهم وأنت فيهم وما كان اللهم معذبهم وهم وهم يستغفرون فإذا شاف الناس الرسول يروحون يركضون كم يقف الناس يوم القيامة كم سنة خمسين الف سنة واليوم الواحد كالف سنة مما تعدون الناس يصيبها عرق وتعب وعطش فيروحون للنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يروحون إلى آدم يا آدم اشفع لنا عند ربك الحديث معروف وش يقول آدم نفسي نفسي يروحون إلى من نوح نفسي نفسي جميع الرسل الأنبياء حتى يأتون عند عيسى يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه نبي له دعوة لا ترد ما من نبي إلا له دعوة جميع الأنبياء عجلوها إلا النبي اتدخرها لأمته صلى الله على محمد صلوا عليه وسلموا تسلوا والله أن الرسول يحبنا يا حبيبي يا رسول الله دعوتك كان دعا طيب الفاطمة ودعا الأهل بيته لكن اتدخرها الدعوة لأمته لأنه يحبنا صلى الله على محمد يحب أمته فجاء يوم القيامة فإذا وقف الناس هذا اليوم وهذا المشهد هو المشهد الوحيد على الكرة الأرضية منذ أن خلق آدم اللي تجتمع كل الأمم على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجونا من فقط أمته أمة آدم وأمة نوح وأمة موسى وأمة عيسى جميع الأنبياء يا محمد اشفع لنا عند ربك فقد أهلكنا العطش والجوع وقد أحرقتنا الشمس وازداد العرق فيقول النبي أنا لها أنا لها اسمعوا الرسول كيف يصف المشهد ترى كل هذا محبة فينا يقول فأتقدم فأكون على يمين العرش فأسجد تحت عرش الرحمن في موضع يقبطني عليه الأنبياء والرسل فأحمد الله بمحامة لم أحمده بها من قبل فأستشفع فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيستبشرون الناس فيقول النبي يا ربي أمتي أمتي أول من يشفع لأمته يقول فيعرض عليه سواتي عظيم فوق يقول فانا اظر السواد اقول هذه امتي يقال لا ويجي سواد ثاني هذه امتي يقال لا يعني امة ادم امة نوح امة يقول فأرى سواد عظيم فوق والتفت فوق اقول اذا هذه امتي فيقال لا هذه امة موسى ولكن انظر الى ما هو اعلى منها يقول فارفع رأسي فارى السواد عظيم فاذا بها امتي فيقال هذه امتك ومعهم سبعون الف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عدد فيستبشر النبي عليه السواد السواد عرحين واقفين الناس ما بعد تم الحساب وعطشانين شوفوا حب النبي اللهم صلي على رسول الله وارزقنا حسن اتباعه فيأتون الناس الى النبي يا رسول الله عطشا يقول فينصب لي منبري اذا دخلتم الحرم شفتوا منبر المنبر ينصب هذا المنبر على حوضي الحوض الناس يرونه مد البصر لونه ابيض ابيض من اللبن وطعمه احلى من العسل الاكواب اللي يشرب فيها الناس كعدد نجوم السماء يقول النبي فاقفوا على الحوض عليه منبر المنبر هذا يوم حمل النبي راح الى شهداء احد ورجع مريض عند بقيع الغرقة وكان ليلة عند ميمونة ودخل عند ميمونة كان مثقل يعني تعبان عليه الصلاة والسلام فقال يا ميمونة اجمعي لي صويحباتك الحريم كلهم زوجاتي واجتمعنا زوجات النبي كلهن عند ميمونة ثم قال ان ليلة اليوم عند اختكن ميمونة واني استأذنها ميمونة اتأذنين لي لان ليلتها هذا العدل هذا العدل الحقيقي لان من تزوج بمرأتين الله يعني المدينة تاخذون على وحدتهم ها يعني ما احتاج اتكلف في دا الموضوع من تزوج بمرأتين وما للا احداهن جاء يوم القيامة وشقهما قال الرسول استأذنتها اتأذنين لي ان امرض عند عائشة فاذنت واذن النساء ثم شالوا الرسول الصحابة العباس وعلي وطلعوه من حجرة ميمونة الى حجرة عائشة يوم طلعوه شافوه الناس يحمل وانتشر في المدينة ان الرسول مريض مريض اغلى الناس عندنا لو لا قدر الله قالوا لك ابوك ولا والدتك ولا انسان له قدر عندك مريض يمكن ما تنام الليل فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا الناس عند بيت حجرة عائشة سمع الرسول الصوت قال ما هذا الصوت يا عائشة قالت هؤلاء اصحابك علموا بمرضك فاجتمعوا خافوا عليك قال يحملوني يحملوني اليهم شوفوا القلب والله النهر رحيم صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم حريص ترى ما تحتاج تفسير حريص معناها من الحرص حريص عليكم ايش بالمؤمنين رؤوفاً الرحيم حريص عليكم ما عندتم بالمؤمنين رؤوفاً الرحيم الرسول حريص على امته يوم صعد المنبر قال ايها الناس بلغني انكم خفتم علي ايها الناس ان موعدي ليس معكم في الدنيا هنا لكن موعدي معكم في الاخرة والله لك اني اراكم ومنبري هذا على حوضي يقول انا كأني اشوفكم الان ومنبري هذا بيكون على الحوض ثم الناس خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد يتكلم ثم جلس يقول لهم لقد انزل الله علي اذا جاء نصر الله والفذل وبدأ يتكلم وكأنه يودع الامة قاموا الصحابة يعني الصحابة في في هدوء وصمت الوحيد اللي تكلم ابو بكر قام ابو بكر وقف طبعاً هذا مشهد غريب يعني من من يقاطع النبي قال فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله فداك الولد فداك الزوجة فداك المال فددك النفوس تفتر الناس اجلس يا ابو بكر قاطعت رسول الله هنا غضب النبي قال ايها الناس دعوا لي صاحبي ولا ترفع اصواتكم عليه كل شل ابو بكر خط احمر والله ما منكم من احد له فضل علينا الا كافأناه في الدنيا الا ابا بكر فاني تركت جزاءه على الله كل الابواب تغلق الى المسجد الا باب ابي بكر دعوا لي صاحبي ما فهم احد الرسول اللي هو هذا الصديق له مكان عظيم ولذلك الرسول يوم القيامة يقف على هذا الحوض انا ابغاكم تتخيلون استاذ ابراهيم والشيخ عبد الرحمن والبقية تخيل الان الرسول يقولك تعال انت يا ابراهيم تحديدا تعال اشرب وانت يا عبد الرحمن وانت يا سعد وانت يا زيد اسألكم بالله استشعروا هذه اللحظة العظيم وش راح يكون موقفك والرسول يناديك في عطش يوم القيامة ثم اذا جيت عنده تبغى تاخذ كأس كوب تشرب ياخذه منك يقول لا انما اسقيك بكفي شربة لا تضمأ بعدها ابدا اللهم ارزقنا منه شربة لا نضمأ بعدها ابدا يا رب وكل من حضر معنا من اخواننا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا شربة لا تضمأ بعدها ويسقي الناس طيب الحساب ما تم يا رسول الله استشفع لنا عند الله فيشفع ثم يبدأ الحساب الحين شوفوا المرحلة الثالثة الاولى شفع الثانية سقى الثالثة بدأ الحساب وفي ناس تمر على الصراط كلنا وان منكم الا ايش واردها الرسول يوقف على طرف الصراط ما خلانا ما قال خلاص الحساب بدأ انا موقف وكل واحد ياخذ جزاء الرسول يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم أمتي اللهم أمتي ثم يمر الناس يشوفهم النبي اللهم سلم اللهم سلم لين يمرون اذا اطلعوا واطمأن ان الناس مشوا على الصراط راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة يا جماعة والله العظيم ان الرسول يستحق مننا الحب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جب لي انسان في الدنيا له فضل عليك مثل الفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويجتمعون الناس يقول النبي ان الجنة لها ثمانية ابواب وان بين مصر عيها بين مساكة البيبان كما بين السماء والارض وانه والله ليأتين عليه يوم وعليه زحام من كثرة الناس عند باب الجنة فالناس واقفين عند باب الجنة من فتح الباب والانبياء واقفين ادم ونوح وموس وعيسى وابراهيم والزكريا ويحيا فاذا اقبل النبي وهم يستشفعون ادم انت ما شفعت لنا في الحساب اشفع لنا يفتح لنا باب الجنة قال يذهبوا الى نوح نوح نبغى ندخل الجنة ننتظر الجنة هذه طيلة اعمالنا وفي القبور مئات السنين والاف اذهبوا الى فلان ثم يأتون الى النبي يا رسول الله اشفع لنا فيقول النبي ان الله قد اذن لي ان اطرق باب الجنة فيطرق الباب متخيلين صوت الباب استشعروا فاذا بخازن الجنة منه رضوان من قال محمد عليه الصلاة والسلام قال لك اذنت ان افتح فتفتح بواب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد ياخذك يا ابراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة ويمسكك حتى يهديك ويدخلك الى قصرك اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين هذا مشهد عظيم طيب خلاص طيب دخلنا الجنة لا فينظر النبي فيقول ان من امتي من ادخله الله النار يا رسول الله حتى اهل النار حتى الذين عصوا ان من امتي من ادخله الله النار واني ساشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذهب تحت عرشه واسجدوا واقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار اللهم اني استشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب واخرجهم من النار يقول فاتي واحد الحد واخرج من امتي من اخرجه ثم يقول ادخلهم الجنة ويبقى عدد فاشفع مرة ثانية فيحد لي حد فاخرجهم وادخلهم الجنة يقول اربع مرات يقول فاستحي من ربي واسجد مرة خامسة فاقول يا رب ان من امتي من ادخلته النار فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب واخرج كل من كان في قلبه لا اله الا الله يقول فاتي واخرج منهم ثم اذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب واخرج كل من كان في قلبه مذ قال حبة من ايمان يقول فاخرج ما شاء الله من امتي حتى يدخلون الجنة ثم اذا اردت الدخول خلاص التفت فاذا برجل يلحق بي والملائكة تخاطفه يلحق الرسول يبغي ادخل الجنة والملائكة تسحبه فيقول النبي يا رب انه من امتي فيقول الله له يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك احدث يعني غير بدل ابدع يعني بدع ابتدع قالوا سحقا سحقا فيأخذ الى النار هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فدروا شفاعة يوم القيامة من يستحقها قال ابو هرير كما في البخاري من احق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله قال من قال اسمعوا من قال لا اله الا الله وش رأيكم نقول لا اله الا الله قلوها قلوا لا اله الا الله اهنئكم بشفاعته من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب طيب دخلنا الجنة انتهى لا يقول النبي الان في الدنيا ما من مسلم يصلي عليك اللهم صلي على محمد الا رد الله لي روحي فارد عليه السلام محمد فهد رهيم حازم خالد الان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام رد النبي الان عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه وفي رواية ما من احد يصلي علي الا قيض الله ملكا يرد عليه السلام هذا شرف شرف عظيم ان تصلي على النبي وانت في المدينة في الرياض في مكة في امريكا في افريقيا في اقصى الدنيا ويصلي عليك صلى الله عليه وآله واصحابه